اشتركوا في القناة تقيمنا الى هذه السنة 2020 سواء ما قبل الكوفيد او اثناء هي في تقديري من السنوات التي كانت ضعيفة على المستوى التقافي بصفة عامة من نسوش انه قبل تعديل الحكومي الى الاخير كانت هناك مشاكل مع وزارة التقافة والشباب والرياضة قطاع التقافة اساسا فيما يخص انتظام الموسم التقافي بما فيه الفنين كانت هناك تأخرات وصراعات ما بين النقابة ووسط الفنين من جهة ووزارة التقافة من جهة اخرى كانت مشاكل سابقة وكان ايضا المجاعة كوفيد تعمقت هذه الازمة وبالتالي عشنا تقريبا موسيما تقافيا او سنة ثقافية تقريبا تقريبا باستثناء بعض المجالات مثل سينما ومجال التلفزيوني الى غير ذلك ولذلك سنة 2020 لم تنتج اعمال مسرحية لأنه دعم كانت اخرها وكانت توترات ما بين الوزارة والمجال التقافي بصفة عامة مالي جهة كوفيد تركزت هذه الازمة بانقطاع كل الممارسة التقافية واساسا ما يرتبطه بكل بالعروض الحياة والأنشطة التقافية المباشرة مع الجمهور الميراجعنات هذه كلها يعني بالنسبة ل الظروف الوباء تأزمة وازددت الزوم انه بعد رفع الحجر الكلي يعني لم تأخذ هذه المجالات باعين الاعتبار ولم يسرع لي ما سرع على الجوانب الاخرى بما في ذلك يعني العمل وفق بروتوكول صحي وهذا البروتوكول الصحي توجد ما لم يتم الاشتغال عليه تم الإعلان عن ما سميه بالدعم الاستثنائي ودفع الناس ونضط عليها ضجة كبيرة وللعلم انه الاحتساء على الناس لم تتوصل بالدفعة الاولى من هذا الدعم الذي نضع لها هذا اللغط كله وكنا عبرنا في حينه ان الامر لا يتعلق بحيثة استثنائية يتعلق بدعمين عالي للمشاريع الفنية يعني كان يقدم كل سنة كل ما هناك انه اضيفت له الدعم كلمة استثنائي وتم التغييرات بسيطة في دفتار التحملات على المستوى الاجتماعي هناك ازمة كبيرة في المجال الفني سواء المهيكل او في طريق الهيكلة او غير المهيكل يعني كان اضروع المجال الفني والتقافرة كان اضروع الفئة واسعة من المواطنين والمهنة وايضا مهنة اخرى مرتبطة بها الفين وعشرين ايضا ابانت انه نكع اه اه اقدروا نقوله اه اه اتيار وان كان غير اغلب داخل المجتمع اه 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 وظهر بشكل جلي من خلال اه يعني استغلال الاستغاثات الفنانين واحقا المشروع في اه اه يكونوا من دم الفئات التي اه ينبغي الاهتمام بقطاعها في هذه الظروف الاستثنائية من اجل تجاوز هذه العزمة بانت ان هناك اه يعني توجهات قصية داخل المجتمع والحمد لله انها اه ليست كثيرة يمكن ان نقول اه اه كارتيا ليس بسبب كورونا وحدها ولكن كورونا ابانت يعني ضعف الجوانب التدبيرية الرسمية ذي التقافة من خلال المؤسسة الحكومية المكلفة بهذا القطاع لانه اللي وصلنا لهذا المرحلة هذه كما نقول باللعب باللعب يعني حتى شي برامج قطاعية ما هي نبيان في سلي ولا شي تصور ولا شي برنامج ما بعد بوست كوفيد يعني ما بعد ما ينقاد الوباء إلى غير ذلك بالتالي يعني نقدروا نقولوا إنها كارتيا ولكن أنا يعني من ناحية أخرى أتقي يعني في التقافة المغربية في المثقافي المغاربون الفاعلين ثقافيين بصفة عامة لأن أصلاً الثقافة المغربية مبنية على الأفراد وعلى المبادرة الشخصية ولكن هذا الشيء لا يمكن دمه يعني حقيقية وقوية واللي عندها ارتباط باليومي دي المواطنين هذا هو الإشكال لبينته بينته كورونا والمشكل وأنه حتى فردوا فيها الناس في فيما يخص الدعم الستنائي ورغم أنهم ما فهميش بزاف دي الحيتيات فعكسة واحد الصورة في اعتقادي هو أنه تقافة للمثقافين وليس المواطن وهذا خطير يعني لمن توجهوا التقافة سياسة ثقافية أو المؤسسة الثقافية الأرسمية المنكة تشتغلية من المفروض أن تشتغل للمواطن وليس المثقف ولكن فورونا بينات كما لو أن هذا كلهم مثل الناس يضرون الدعم ويعطونهم الدعم إلى غير ذلك رغم المفروض أن يكون توجههم الجهان للجمهور وهذا هو المشكل الأساسي للثقافة المغربية وأنه فهمت على أساس أنها إعانة للمثقافين ومصيبة للمثقافين من قصد المثقافين والفاعلين الثقافيين بصفة هم كتاب ومفكرين أنها في الواقع هي موجهة الأعمال الفنية حتى تكون فاعلة داخل المجتمع وأن يتم التواصل بشأنها وأعتقد أنه يجب إعادة النظر في تعاطين للشأن التقافي الآن الفن المغربي بصفة عامة كله ما قبل كورونا المغربي يعتبر قوة تقافية صعيدة بحل اللي كانت في الاقتصاد وكانت في مجالة كورونا إلى غير ذلك هذي كما نقولوا لا يتنطح حولها كبشان الناس تجيب الجوائز كين يعني أعمال كتشغل في المغربي في المهرجانات إلى غير ذلك كين مهرجانات عندهم صيد صيد دولي كين كتوبة كين تكتبوهم زيانين كين مفكيرين مغربة قويين في جميع المجالات كين تقدم كين تقدم ولكن هذا البروتنسيال وهذا الإمكانيات التي كنا لا يمكن تطويرها بالبنيات تدبيرية الحالية هذا هو المشكل يعني أن تتقى بأن تطوير المصرحية في المغرب لا يحتاج إلى شيئا ستنطح 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 عمل مسرحي ولكن هذا هو عمل مسرحي ما رأيكم من واحد في نصل إلى خطة التواصلة خاصة كل شيء يخص مؤسسة التي تكون موراكليا هذه نفس الشيء تدبير الثقاء الغمان أنه دستوريا كان من حق المواطنين ولوج الخدمات الثقافية ولكن هذا المبدأ الدستوري لا أعتقد أنه في خلفية القائمين على الشأن الثقافي ليس هذا هو ما يفكرون هذا يفكرون أن هم تعاون المثقفين ولكن المهم هو المنتوج الثقافي يصل للجمهور وتحدث التنافسية وتقول لي أنه فاعلية في الاقتصاد فاعلية في إشعاع المغرب إلى غير ذلك عندما يفقدوا مجال الفني واحدة من رجاله أو نسائه هي خسارة كبرى وطبيعة الحال خسارة كبرى ولا تعود ولكن كما تقولون البقاء لله كل ما لها الفنان تبقى دائماً حاضر بعماله وأيضاً بجمائرهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى